اكثر من تفاعل مع انفجار بيروت هو الشعب العراقي لانه عاشت تجربة ذاتها مرات عديدة ويقيم في مدن تحولت الى قنابل موقوتة بسبب اطنان من الاسلحة والعتاد كدستها الميليشيات في الاحياء السكنية وبين المدنيين فما ان عاشت بيروت ليلتها المرهبة تلك حتى وصل الرعب الى بغداد واطلق العراقيون واسم اخرجوا الاسلحة والعتاد من المناطق السكنية وطالبوا باجراء جرد للحاويات المكدسة في المنافذ الحدودية مع ايران فالتخزين العتاد بطرق عشوائية هو نهج تتبعه الميليشيات المرتبطة بايران سواء في لبنان او سوريا او الاراق حوادث انفجار العتاد في المدن الاراقية كثيرة وعلى سبيل المثال للحصر في شهر الول عام 2016 شهدت منطقة العبيد شرقي بغداد انفجارا لمخزن عتاد تابع لميليشيا الحشد وخلف هذا الانفجار عشرات القتلى والجرحة واحدث دمارا هائلا بمساحات واسعة وفي شهر حزيران عام 2018 شهدت منطقة الصدر في بغداد انفجارا مماثلا اوقع اكثر من مئة قتيل وجريح ومسح عدة مباني بشكل كامل وكان صيف عام 2019 اعنف صيف يمر على المدن الاراقية اذ شهد اكثر من سبعة انفجارات في بغداد وكربلاء وبابل وكل ذلك بسبب عتاد الميليشيات المكدس في الاحياء السكنية اطنان من نترات الامونيوم حولت بيروت الى مدينة منكوبة فكيف بالمدن الاراقية التي تحتوي الاف الاطنان من الذخائر والصواريخ والقنابل وكلها مكدسة بدون ادنى معايير الرقابة والامان وفي ظروف تؤهلها لان تنفجر في اي لحظة واقع يكشف للعراقيين خاصة والعالم عامة ماذا جرت ميليشيات ايران للشعوب غير الخراب والدمار